أهلاً بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول المستثمرين. مصطلح اليوم هو القيمة السوقية. القيمة السوقية تقدير شخصي لما المشتري على استعداد أن يدفعه، وما الباء على استعداد لأخذه مقابل أصل معين. على أفتراض أن ولد كل منهما معرفة معقولة عن قيمة الأصل. القيمة السوقية مهمة في كل من القانون والمحاسبة. في السابق، غالباً ما كان يتم استخدام مصطلح القيمة السوقية في تقييم الأضرار نتيجة للعوة قضائية. ولكن مؤخراً، تحديد القيمة السوقية للأصل مهم في تحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه. يبحث المستثمرون في القيمة عن الشركات التي قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية. وتعتبر هذه الشركات بأنها مقومة أقل من قيمتها. وهي أيضاً أعلى سعر مقدر الذي يمكن المشتري أن يدفعه وأن يقبله الباء في سوق مفتوحة وتنافسية. القيمة السوقية هي مفهوم يختلف عن سعر السوق، الذي هو السعر الذي يمكن للمرأ أن يتم مصطفقة فيه. في حين أن القيمة السوقية هي القيمة الأساسية الحقيقية وفقاً المعايير النظرية، يتم استخدام المفهوم في الأسواق غير الفعالة أو في حالات اختلال التوازن حيث لا تعكس الأسعار السائدة في السوق القيمة الحقيقية الكامنة في السوق. حتى يساوي سعر السوق القيمة السوقية، يجب أن تكون السوق متكافئة ويجب أن تسود التوقعات العقلانية. يجب أن يدرك المستثمرون أن القيمة السوقية ليست علماً دقيقاً، ولكنها مفهوم الذي يعرضه الأفراد والشركات كأدالي الأعمال. تتأثر القيمة بتصور وتفسير الباء والمشتري للمعطيات التي قرروا أن يأخذوها في الاعتبار. تتأثر القيمة تتأثر القيمة تتأثر القيمة تتأثر القيمة تتأثر القيمة تتأثر القيمة تتأثر القيمة